السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي طالبات الصف السابع بناتي العزيزات سوف نبدأ مع دروس الوحدة الثالثة السلطات الدستورية الدرس الأول السلطة التشريعية والتنفيذية في دولة قطر رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع انواع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة بناتي الحبيبات أما عن قيمنا فقيمة الشهر هي المشاركة أما قيمة الأسبوع فهي الإخلاص وقد قيل اخلص تثبت إنما يتعصر المراؤون اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل سلطات الحكم في دولة قطر يعتمد نظام الحكم في دولة قطر على تنظيم السلطات إلى سلاسة سلطات دستورية ما هي السلطات الأساسية والرئيسة في دولة قطر السلطة التشريعية السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وقد حدد الدستور القطري الدائم لكل سلطة اختصاصاتها وصلاحيتها المحددة كما نظم كيف تشكل وحدد أن رئيس الدولة هو الأمير وحدد مهامه وصلاحيته أيضا أولا السلطة التشريعية ابنتي أجيبي معي على الأسئلة التالية ما هي السلطة المسؤولة عن إصدار القوانين والتشريعات في الدولة السلطة التشريعية ما اسم المجلس الذي يتولى السلطة التشريعية في دولة قطر هو مجلس الشورى أولا مجلس الشورى مما يتكون مجلس الشورى وما هي مدته وأهم اختصاصاته يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة ما المقصود بسلطة التشريع؟ سلطة التشريع هي إصدار القوانين الموجودة بالدستور القطري ثانيا يقر الموازنة العامة للدولة أي يوافق على الموازنة العامة للدولة ثالثا يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية إذن مما يتألف مجلس الشورى يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر أي الانتخاب ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين مما يعينهم من الوزراء أو غيره وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى بالاستقالة أو الإعفاء ليس لهم مدة محددة وإنما تنتهي العضوية بالاستقالة أو الإعفاء وتكون مدة المجلس أربع سنوات كما تم تحديد بعض الشروط في أعضاء مجلس الشورى شروط أعضاء مجلس الشورى أولا أن تكون جنسيته الأصلية قطرية وأن لا يقل عمره عن 30 عاما اختصاصات مجلس الشورى أولا تشريع القوانين ثانيا إقرار الموازنة العامة للدولة ثالثا الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية حسب أحكام الدستور بنات الحبيبات انتهينا من درس اليوم شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة